السلام عليكم كيفكم يا حبايبي يا طلاب الأعزاء ضمنوني عنكم إن شاء الله بخير إن شاء الله أمركم تمام تحلوا واجباتكم متابعين معي يعطيهم العافية إن شاء الله اليوم إن شاء الله بدنا نأخذ حرف جديد من حروف اللغة العربية حرفنا كثير سهل وبيجنن مثلكو بس قبل ما نبلش بحرفنا ونأخذ حرفنا الجديد خلينا نراجع شوي من الحروف اللغة العربية اللي أخذناها وشوي من المقاطع المدى الطويل ومقاطع المدى القصير يلا عم بدي أكتب هون هسا كل حرف على الورقة وإنتو الحالكو بتكو تجاوبوا عليه يلا مع بعض شو حرفنا هاد شو هذا الحرف اعب أول الكلمة أبطال وهذا الحرف اعب آخر الكلمة اعب وسط الكلمة اعب آخر الكلمة متصلة شايفين حرف الأع؟ كم شكل لحرف الأع؟ حرف الأع إلوا أربع أشكال أربع أشكال لحرف الأع طيب في عندنا حروف لها أربع أشكال وعندنا حروف لها شكلين طيب هذا الحرف هاب الحرف مين يقوللي شو هذا الحرف؟ حرف الب الب بأول الكلمة الب الب بآخر الكلمة كم شكل لحرف الب الب؟ شكلين حرف الإع إلو أربع أشكال فيه كمان حرف أخذناه إلو أربع أشكال مين يعطيني إياه مين أذكرني فيه مين حرف الإت أبطال إت بأول كلمة إت بآخر الكلمة إت بآخر الكلمة متصلة إت بآخر الكلمة منفصلة هذول الثنتين إسمهم تا مربوطة أبطال حرف الإت إلو أربع أشكال ممتازين طيب مين يذكرني بحرفنا اللي أخذناه المرة الماضية شو حرفنا هذا شو حرفنا حرف الإط ممتازين حرف الإط طيب كم شكل لحرف الإط كم شكل لحرف الإط شكل واحد شكل واحد يلا هاي الإط إط وفتحة طه طه إط وتنوين الفتح طن طن طيب هاي مقاطع المد القصير وطه مقطع مد طويل مقطع مد طويل طيب هاذ الحرف مين يقول لي شو هاذ الحرف حرف الإس ممتازين طيب حرف الإس يلا شو هذي المقطع سو ممتازين سو 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 سن أبطال ممتازين طيب مين يقول لي شو هذي الحرف أخوه لحرف الإس شو اسمه إيش شو اسمه إيش يلا مين يقرأ لي هذا المقطع لحرف الإش ش ش ش أحسنتم يلا هذي مقطع مد طويل هذي مقطع مد قصير س س ش ش إيش ش ش مقطع مد مقطع مد قصير طيب وهذا الحرف ش ش ش ش ش ش هاي فتحة تنوين الفتح توأم تنوين الفتح ضم تنوين الضم كسرة تنوين الكسر توأم تنوين الفتح تنوين الضم وتنوين الكسر توأم الضم بنتلقو والكسرة بنت l-e والفتحة بنت l-a مقاطع المادة الطويل شو أن نحروف المادة الطويل l-a وال-o وال-e مقاطع المادة القصية فتحة ضم كسرة هاي أخذنا تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر طيب تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر وين بيجن؟ منحطن هون بأول كلمة منحطن بالحرف اللي بداية الكلمة لا خطأ دائما منحطن وين على الحرف الأخير آخر الكلمة تانوين الفتح تانوين الضم تانوين الكسر بدي ياكوا تميزوا بيناتين وتحفظوهن شطورين بحسة بدنا نبلش بحرفنا الجديد حرف الاه شو حرفنا اه شو حرفنا اه يلا اسمي ها صوتي اه اسمي ها صوتي اه اه هدهد يلا عيدوا وراي اه هدهد اه هاتف اه هلال اه هلال اه هرّ اه هرّ اسمي ها صوتي اه حرف الهاء اليوم من حروف اللغة العربية بدنا نرحب فيه انا وياكم مع بعض يلا انا وياكم مع بعض يلا سلام عليكم يا حرف الهاء كيف حالك يا حرف الهاء انت حبيبي يا حرف الهاء انت حبيبي يا حرف الهاء شطورين حرف الهاء حبيبنا واحنا منحبه لحرف الهاء وبدنا نتعلمه ونتعلم كيف نكتبه ونحفظ اشكاله الحرف الهاء الحرف الهاء اليوم اه باخر الكلمة متصلة اه باخر الكلمة منفصلة هاي متصلة متصلة فيه هون حرف مادئده منفصلة هسا بشرح الكوية هاي الهاء باول الكلمة اهاء باول الكلمة خلنقرأهن مع بعض ونتعلم كتابتهن عشان نهج الكلمات مع بعض انا وياكم اهاء باول الكلمة اهاء باول الكلمة شايفين حرف اله لما نقرأ حرف اله منهم بطلع بطلع من جوا من هند حلقنا لما يقول اه اه لا منحرك لالساننا ولا ثمنة ولا الشفايفنا ما بتحركوا لما نحكي حرف اله اه 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 بوسط الكلمة اه بوسط الكلمة الاه لبوسط الكلمة لها شكلين لها شكلين هاي الاه بوسط الكلمة لها شكلين اه باخر الكلمة متصلة اه باخر الكلمة منفصلة اه باخر الكلمة متصلة إه بآخر الكلمة منفصلة هاي أشكال حرف اله اسمي ها صوتي إه اسمي ها صوتي إه يلا نتعلم كيف نكتب حرف اله عشان نهجل كلمات مع بعض اله بأول الكلمة إه بأول الكلمة نبلش فيها بإه بأول الكلمة يلا هاي النقطة فوق السطر منلف زي الخيمة نمشي نعمل رأس صغير من جوة جوية الخيمة منمد إيدها سهل كثير الإه بأول الكلمة إه بأول الكلمة نعمل مثل الخيمة ننزل على السطر منلف زي الرأس صغير منمد إيدها للإه هاي الإه بأول الكلمة إه بوسط الكلمة لها شكلان لحرف الإه بوسط الكلمة نمشي لقدام إيد بلف رأس من تحت بطلع بلف رأس كمان من فوق بأمد إيدها إلها رأسين الإه بوسط الكلمة كمان مرة بمشي بعمل رأس من تحت رأس من فوق بأمد إيدها إه بوسط الكلمة بالوسط بدأ تمسك هون بحروف ومن هون بدأ تمسك بحروف مادي إيدها هاي بالنص الإه بوسط الكلمة الشكل الثاني نمشي لقدام ننزل لتحت منمد إيدها شايفين شو ننزلنا راسة لتحت بدأنا إيدها إه بوسط الكلمة هسا شو ظل علينا هاي علمتكو ع كتابة شكلين لحرف الإه هسا الإه بآخر الكلمة المتصلة نمشي لقدام إيد نرفع رقبتها لفوق وراس إه بآخر الكلمة متصلة يلا نقلوني إياها المتصلة نمشي لقدام طيب شو أعمل كمان بمد إيدها لفوق برفع إيدها رقبتها لفوق زي الرقبة بعمل الهراس حط عليها نقاط لا هذاك حرف الإه اللي بحط عليها نقاط إه بآخر الكلمة منفصلة زي الدائرة زي الدائرة الإه كمان ما بحط عليها نقاط هاي الإه بتشبهها لتاء المربوطة وهاي كمان مربوطة رابط حالها الإه اسمع عليها نقاط إه بأول الكلمة إه بوسط الكلمة إه بآخر الكلمة متصلة وإه بآخر الكلمة منفصلة هاي كلمات حرف الإه طلوا على الهرة هرة مستحية منكم شو فيهم شو في التميد الحلوين شو في التميد الحلوين ما أشطرهم قاعدين بتعلموا حرف الإه حرفك إه هرّة إه هرّة هاي الاه باول الكلمة اه هادية ها ودي ها دية هادية تون هادية تون شايفين هاي التاء المربوطة تا المربوطة وحرف الايه بشبهها بس ما علي نقاط هديتن هراتن هاتفن 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 هو هؤد هد هو هدهدو 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 شاطوريا يلا كمان مرة نهجي كلمات مع بعض يلا يا هرة سكر عيونك وشوفي كاف التمهيد بتم يحفظوا حرفك شايفين بتقول اما بدي اشيل ايدي عن عيوني لما التمهيد يحفظوا حرفي وصيروا يكتبوا شاطرين فيه بعدين بصير اتفرج عليهم هاتفن هاتفن هاني هاني هولا هلالن هلالن هوا هوا هواوا هواوا ه هدية ه هدية هوا هدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدوهدو أول الكلمة إهب وسط الكلمة يلا نقرأهن مع بعض نقرأ الكلمات نهجيهن أشوفهم الشاطرين مو هه وإن موهن مو وها وإن موهن موهن دي موهن دي سون شايفين الإهب وسط الكلمة وسط الكلمة ماسكي هون بحرف وهون ما دي إيتها كمان بتتمسك بالحرف بننصي حرام الحرف بشدنها من هون ومن هون نه وإه نهرن نهرن هاي الإهب بوسط الكلمة بالشكل الثاني كه هاد حرف الإهب كذكرتول أخذناه كه وإه كهر كهرباء كهرباء أن كهرباء سه وإه سه من سه من سه من م شايف كلمة مه مه يلا مهرجن 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 هاي الإهب وسط الكلمة شه وإه شه مه شه مه شايفين هاي الإهب أول كلمة إهب وسط الكلمة إهب آخير الكلمة متصلة أبطال يلا هدو ه ه دي يه هدية وحو إج واج وحو إج واج واج هون واج هون هاي الإه هون إجت بأول كلمة كلمة هدية هاي الإهب المتصلة بآخر الكلمة المتصلة هاي الإهب المتصلة ما أدي إيدها تصدت بالحروف واج هون إهب آخير الكلمة منفصلة هاي الإهب آخر الكلمة منفصلة كمان رابط حالها مه 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 ويا ميا مه ويا ميا هون ميا هون شايفين حرف الإه؟ منفصلة منفصلة ما مسكتش ليش؟ حرف الإه حرف رفاص تمسكش بحده هاي رافعي إيديها ورابطي تهل لفوق رابط إيديها لفوق بتقول أنا ما إلي دخل بحده ما بدي أمسك بالحروف بدي أظل حالي مكيف و جو وجو هون وجوه هون هاي الإهب آخر الكلمة منفصلة هون لقوه حرف رفاص ما مسكت فيه بتقول أم ما بدي أمسك بحده ش وفا شفا هون شفا هون حح وام حم زه إه حمزه حم زه حمزه ره وفا رفا وإه رفاه هاي هاي الإهب آخر الكلمة المنفصلة هاي هجينا كلمات حرف اله يلا نقرأ البعض رفاء المقاطمase هو ها 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 مقاطع المد القصير تنوين الفتح شايفين تنوين الفتح وتنوين الضم؟ تنوين الفتح وتنوين الضم على الحرف الأول دائماً وين نحط هن؟ الحرف اللي بآخر الكلمة تنوين الفتح وتنوين الضم تنوين الكسر هن هون هن أبطال يلا هون عندنا سؤال بدنا نكتب الحرف لها المناسب بدنا نكتب حرف لها المناسب عند الإه بأول كلمة وبوسط الكلمة وبآخر الكلم متصلة والمنفصل بدنا نشوف ما نكتب هن بدنا نكتب هن كل حرف نختار شكل مناسب ونكتب هن هون بالكلمة طب هون أول كلمة شو نحط هحط هايلها البوسط الكلمة ولا هاي؟ لا بحط اله بأول الكلمة هاي اله بأول الكلمة وبمد إيدها اه اه بأول الكلمة هو دا هو دا هو دا هو دا يلا هنا اله هنا هنا بالنص طبق أيها هون bedohat احط هاي ولا هاي خطأ ولا هاي ولا هاي بدي احط هاي بالوسط الكلمة تختار هاي اله بوسط الكلمة ها حطيتها بالوسط زبطت ايوه نحو اه نحرن نحرن مياه اه احط هاي خطا هون عندي هون عندي حرف رفاص حرف الاه طب شو حط هاي الاه كمان خطا هاي الاه بحطها المنفصلة مياه اخر الكلمة منفصلة ها دي ها دي وين الايها حطها هاي لا بتمسك بالحروف واجت باخر الكلمة اي اهل بتناسبها اي شكل هذا الشكل الايه باخر الكلمة المتصلة ها دي ها دي شايفين ما اسهله حرف الايه سهل كتير كتير يلا خلينا نهجي مع بعض هاي الجملة على حرف اله يلا مع بعض نقلوني مش عارفوا هاذ الحرف نسيته شو هاذ الحرف يا الله ذكروني فيه را 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 صح را را س رس ما رسامت 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 هون تاء التأنيث الساكنة تاء التأنيث الساكنة رسامت للمؤنث وللمذكر للمؤنث تأشوف مين هي اللي رسامت رسامت هي هي ويا هي م هي م رسامت هي م ه ولا هلا لن هلا لن رسامت هي م هلا لن شاطورين ممتازين ما شاء الله اليوم شاطرين كتير ونشيطين يلا نركب نركب من المقاطع الكلمات يلا نركب هاي الكلمات يلا م يا هن م يا هن مياهن يلا م مقطع مت قصير يا مياه هن مياهن ممتازين نه اه نه رون يلا نه مقطع مد قصير حرف متحرك حرف ساكن لايه حرف ساكن متحرك وساكن نه رون نه رون يلا ذ ه ب ذكرتو حرف الاذ اخوه لحرف الاذ بس على راسه نقطة كم شكل لحرف الاذ كم شكل حرف شكل واحد شو مالو حرف ايش حرف رفاس ابطال ذ ه ب ذه ب ذ ه ب ذه ب ذه ب شايفين الاذ هون حرف رفاس والايه هون اجت كأنها بداية الكلمة لانه حرف الاذ حرف رفاس ما برضى يمسك بالحروف ما بصير اكتبها بوسط الكلمة حرف الاذ الايه ذ ه ب ذ ه ب يلا هون تركيب ركبنا هون تحليل بدنا نحلل حلل وه واج واج هون واج هون وه واج واج حرف هون عندنا مقطع مقطع قصير حرف متحرك وحرف ساكن نحط هن لحال هن بالغرفة المتحرك والساكن مع بعض هون واج هون مقطع قصير ها ت فن ها ت فن ها ها مقطع طويل ت ت ها ت فن ها ت فن هارف الاف ها ت فن يلا ه هلالون هلالون ه ه ه لا هلالون هلالون حللنا حطينا كل مقطع بغرفة مقطع المد الطويل بغرفة الحرف المتحرك المقطع القصير بغرفة يلا نقرأ هاي الكلم مع بعض يلا و جو هن وجوهن و مقطع قصير و جو وجوهن 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 تحليل حللنا حطينا كل مقطع بغرفة حلل تبقرأولي هاي الكلمة ابدأ اكتبلكوا كلمة تقرأولي اياها يلا شو هذي الحرف شه 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 و ايه شه من شه من شه من شه من اللي ذهبه ها و دي ها دي ذهبه ها دي ذهبه ها دي جو ما خدنا حرف اله 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 اربع اشكال نرجع نقرأ كمان مرة ايه باول كلمة ايه بوسط الكلمة لها شكلان ايه باخر الكلمة متصلة ايه باخر الكلمة مون فاصلة بدي اياك تكتبون بخط مرتب على الكتاب خط مرتب وتهج الكلمات وتكتبوا كلمات على حرف اله ماشي يا حبايبي بدي اياك تصير شاطرين كثير كثير يلا يا هرة خلصنا الحرف رز علانا هه هه هرة هه هه هرة هه هه هرة يلا يا هرة فتحي خلصنا حرف اله ما بدك تودعهم للتمهيد ما بدك تودعهم يا هرة يلا خلص هاي مبسوطة الهرة كثير كثير لأنك شو اليوم اخذنا لأنك كثير اليوم خذنا حرف وحفظتو كثير شاطرين كثير فيه هاي ها مبسوطة يلا ودع التمهيد يا حرف اله يلا ودع التمهيد يلا باي باي يا تمهيدي باي باي